أستاذ عمد وصلتوا لإيه بعد ثلاث جلسات تمام الأول أنا سعيد أن أنا موجود جوا مجلس أمنابيا ضم كوكبة محترمة من الناس من مختلف الآراء والأفكار وفي هذا المكان بحب أوجه تحية حقيقية لمستشار محمود فوزي لأنه عمل جهد احترافي حقيقي وهو رجل ليه خبرة وكفاءة في حاجات كتير جدا فهو إضافة لهذا المجلس الأعضاء اللي موجودين في المجلس أعرف معظمهم قبل المعظم ده ناس على أعلى درجة من الكفاءة أيضا في مجالاتهم المختلفة أنا على المستوى الشخصي ودي نقطة مهمة جدا فجأت بمستوى الأداء داخل المجلس ودي قفز على السؤال بتاع حضرتك من ناحية النقاش الموضوعي الحاجة اللي احنا محتاجينها في مصر دلوقت وقدام الناس ممكن تختلف في أراء أو فكار لكن يتنقش بموضوعية باحترام الناس الصحح لبعضها بنشد في هدوم بعضه شوية أحيانا لكن في الآخر بنوصل لتوافقات صحيحة ورؤى مختلفة الناس بتقدر بعضها فظن الشخصي إن شاء الله وده نقطة مهمة إذا استمر هذا الأمر في المجلس الأمانية بهذه الطريقة سنصل إن شاء الله إلى نتائج واليات ومخرجات تبشر بحاجة مختلفة تماماً مش بس على فكرة الحوار الوطني الحوار الوطني ممكن مسألة تبقى موقعتها وتنتهي نبتكلم هنا على حاجة أهم وهي المشهد السياسي في مصر وتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني في مجالات كتيرة ده نقطة مهمة حبيت أشير إليها وممكن نرجع إليها لأنني ظن إن دي نقطة محورية ربما تتجاوز الحوار الوطني نفسه التلت جلسات اللي تموه بعض الآراء في الشارع المصر اللي هي مش شايفة الصور على بعضها عندها اعتقاد يقول لك أنتوا قاعدين مكلمة وبتتكلموا في إجراءات وحاجات تنظيمية وحاجات إجرائية هم الفين الحوار هو الناس عندها اعتقاد برضو إن الناس أول يوم هتعود خدنا عشر قرارات يترفع الرئيس الجمهورية طبقهم بك السياسة مش كده خد بلحظة لتك أول النياس إحنا قديننا سنوات طويلة لم نكن نمارس السياسة بالمعنى المعروف والسيد الرئيس قال إن الحوار الوطني ده كان يفترض أن يكون موجود قبل كده لكن لظروف نعلمها جميعا وتحديات وجهة مصر تأجد لكن أتى الحمد لله فحينما يأتي أنت عليك مهم جدا أنك أنت تعمل الحاجات الإجرائية دي أنك تعمل مدونة سلك وبالمناسبة مهم ومن يقرأها فيها لغة رصينة ومحترمة أبرز بنود هي البنود اللي هي بتنظم من أول طريقة النقاش بين الناس وطريقة طلب الكلمة نهاية للهدف نفسه إن ده مش مكان لاستعراض العضلات ولا الكلمات ولا إن إحنا جاي كل واحد يسجل موقف لا ده هدفه الأساسي هو إن إحنا نطلع بمخرجات تساعد الوطن في الانطلاق لأمام وحاجات إجرائية كتير جدا في نفس السياق وإن إحنا جايين لأهداف تهم الوطن كله مش فئة على فئة وقس على هذه ودي لغة برضو لغة مختلفة ومهمة فالناس استعجلت وبعضهم خاد انطباع خاطئ من البداية إنه إحنا عايزين إجراءها دي سرعة لا إنما بتعمل بناء مؤسسي صحيح من البداية هتستطيع إنك إنت تشتغل صح ثانيا إحنا ثلاث جلسات فقط ربما كان عندنا حظنا سيء إن أجسل عيد من الفترة التي عقبت دعوة السيد الرئيس في 26 أبريل في إفطار الأسرة المصرية وإلى أن عقد الاجتماع الأول في الأسبوع الأول من يوليو كان فيه أجسل عيد كان رمضان وأجسل عيد الأطحى فده ربما السبب الأخر شوية لكن ظن إنه القطار انطلق إحنا عملنا يعني بعد نقاشات الجلسة الأولى كان نقاش طويل وعريض حول اللقاحة وحول لقاحة مجلس سلمان نفسها ومدونة السلوك ثم في الاجتماع الثاني تم إنجاز اللجان المختلفة المحور السياسي وده شيء مهم جدا المحور السياسي أموره سهلة لحد ما يعني تقدر تحصل القضايا الأساسية قرون ببشرة الحقوق السياسية المحليات الحريات وحقوق الإنسان واضحة الأمور لحد دي المحور المحور الاجتماعي المحور الاجتماعي خد نقاش كبير جدا خمس ساعات الجلسة وانتعرف طبعا ضياء رشوان يهوى الجلسات المرسونية اللي بتعود خمس وست ضياء رشوان يعني هو نقيب الصحفيين بالضبط لا أعقب على نقيب الصحفيين لا اتناشر ساعات مجلس نواب بقى لا لا أنا أصدق فبقوله هوي الصحفيين فالمهم خمس ساعات تم حسم الملف الاجتماعي والتقرير أو الخروج بيه اللي جاني الأساسية فيه وإن شاء الله يوم الأربع بعد بكرة الجلسة المخصصة لتحديد لجان المحور الاقتصادي ودي واحدة من أهم اللجان بعد بكرة بعد بكرة يوم الأربع إن شاء الله هيحسن فيها لجان المجلس سوري لجان المحور الاقتصادي سيبقى بعد ذلك النقطة الجوهرية ويصحح للمستشار محمود إن انت تحدد اللجاء من المدعويين الذين إحنا دورنا مش إحنا اللي بنعمل حوار بس إحنا بنشارك وبنشرف أنتوا بتمثلوا اتجاهات مختلفة وبننظم فبتقدموا منتج ينطلق من خلال الحوار لأ بنجيب بندعو ناس من كل الأراء اللي موجودة ليشاركوا فيه ما أنت عندك مثلا محور الاقتصادي هتصور مثلا فيه لجنة اسمها لجنة الديون أو لجنة الخطة والموازن أو لجنة الأسعار مثلا هتجيب أبرز خبراء مثلا في هذا المجال للنقاش وأنت كمجلس أمناء تشرف على هذا الأمر وتشارك فيه أي وقص على هذا في الأحزاب مثلا قصة المباشرة حقوق السياسية تجيب خبراء فيه الأحزاب السياسية أو فيه الحريات وحقوق الإنسان الناس متخصصين ومهتمين من كل الأراء والمدارس الفكرية والسياسية ليقرروا أنت تشارك كمجلس أمناء ثم المخرجات في الآخر تذهب إلى ترفع إلى السيد الرئيس وبالمناسبة من النقاط المهمة داخل مجلس أمناء ما فيش حاجة اسمها تصويت وده كان قرار مهم جدا بمعنى أنك أنت الهدف أن تصل إلى توافق وليس إلى أغلبية بتقمع أو بتغضي قرار على حساب قليل كلما كان هناك توافق كلما كان ذلك معبرا قدر الإمكان عن الروح اللي احنا بنتمنها في المستقبل إن شاء الله إذا سرنا بهذه الطريقة أنا متصور في النهاية ستكون هناك مخرجات جيدة سترضي الجميع أنا بقول لحضرتك عدد كبير جدا من المحسوبين على المعارضة داخل المجلس الأمناء جميعهم قالوا نحن سعداء بهذا المستوى حتى الآن وإحنا مسرورين إن الأمور ماشية بالشكل ده فدي روح طيبة جدا إحنا محتاجينها جدا في هذا الوقت وأتمنى إنها تستمر وتتعظم وتكبر في نهاية طبعا